بسم الله الرحمن الرحيم نواصل شرحنا لمقرر تنظيم حاسبات اثنين نحن في الباب الثاني من هذا المقرر وهو بعنوان Pipeline and Vector Proceasing ننتقل الآن إلى الدرس التالي Chapter 2 Lecture 3 في هذا الدرس نتحدث عن Pipelining in Computers ما هو الPipelining الذي يستخدم في الحاسبات؟ Pipelining بالعربي هي كلمة عن استخدام نظام القنوات فكيف تنفذ فكرة القنوات في الحاسبات؟ إذن في هذا الدرس سنعرف تعريف الPipelining in Computers وسنعرف مصطلحات مثل Segments أو Stages ومثل Processor Cycle ما هو دورة المعالجة ما هي وسنعرف نوعين من أنواع Pipelining في الحاسبات النوع الأول Arithmetic Pipelining والنوع الثاني Instruction Pipelining وبفهم هذا الدرس نستطيع أن نفرق بين نوعين من أنواع الحاسبات النن-Pipelined Computers والPipelined Computers ونعرف ما هو الفرق في تنفيذ التعليمات في كل نوع نبدأ بتعريف الPipelining في الحاسبات definition Pipelining in Computers is an implementation technique هو تقنية تطبيق أو نوع من أنواع التطبيقات ماذا يحدث في هذا النوع؟ Multiple instructions are overlapped in execution التعليمات المتعدلة تتراكب عند التنفيذ أو تتداخل عند التنفيذ هذا التداخل أو تراكب التنفيذ هو الذي يجعلنا نصنفها من أنواع العمليات المتوازية الparallel processing طيب ما هي السيغمانس وما هي الستيجز في الPipelining in Computers يحصل لهذه الحاسبات أنها تقوم بالآتي أولاً Decomposes a sequential process into segments or stages الحاسبات التي فيها Pipelining تقسم أو تقطع المعالجة المتوالية إلى قطع أو stages segments أو مراحل segments قطع stages مراحل وكل قطعة يتم تنفيذها كل قطعة من المعالجة يتم تنفيذها Each segment is executed in a dedicated segment processor يتم تنفيذها في معالج قطعة أو معالج مرحلة هذا المعالج للقطعة أو المرحلة المحددة operates concurrently with all other segments في كل قطع هناك معالج جميع المعالجات في كل القطع تشتغل على البيانات في نفس اللحظة concurrently بالتوازن طيب إذا كان لكل قطعة أو مرحلة معالج وكل معالج يشتغل في نفس الزمن مع المعالجات الأخرى فالسؤال البديهي متى نتحصل على نتيجة العملية The final result is obtained after the data have passed through all these multiple segments نهاية معالج في قطاع محدد من العملية الموكلة إليه لا يأتينا بنتيجة النتيجة تتأتى بغض إذا مرت البيانات بكل القطاعات الموجودة في الPipeline Computer System طيب ما هو الProcessor Cycles توراة المعالج نحن نفترض أن الinstruction execution is divided into k stages or segments نعتبر أن هناك عدد من القطاعات أو المراحل من 1، 2، 3، وحتى k-1 وk جميعها عددها k التعليمة دائما تخرج من المرحلة k-1 وتدخل إلى المرحلة k نفترض أن اتجاه التعليمات هو هذا الاتجاه فالتعليمات تخلص المرحلة 1 إلى 2 وتخلص 2 إلى 3 فهكذا حتى تصل k-1 وتخلص k-1 وتدخل إلى k كل واحدة من هذه هي قطاع أو مرحلة segment أو state ولكن كما قلنا قبل قليل لا تخرج الرزلط من هنا إلا بالانتهاء من جميع المراحل جميع المراحل وهي من 1 إلى k إذا خلصت نقول أن الـ data أتت لنا بنتيجة طيب ما هو الزمن الذي يستهلك في كل قطاع كل القطاعات all five stages take the same amount of time هذا الزمن المأخوذ أو المستهلك في كل قطاع وهو متساوي لها جميعا يسمى الـ processor cycle دورة المعالجة طيب ما هو طول هذه الدورة كم ثانية في كل قطاع نحتاج لتنفيذ المعالجة length of the processor cycle is determined by the slowest pipe stage طبعا كل stage يقوم بإجراء معالجة مختلفة هناك stages أو مراحل المعالجة فيها سريعة وهناك مراحل المعالجة فيها أبطأ إذن النظام للحاسب pipeline system للحاسب يشكل الـ processor cycle للـ segments التي فيه وفقا لأبطأ stage أو أبطأ segment في الآخر كلهم يأخذون نفس الزمن بس أي زمن؟ زمن الأسرع أم زمن الأبطأ؟ نقول أن زمن الأبطأ هو الذي يحكم الـ processor cycle للـ stage في الـ pipeline system لنفرض أن الـ stage 1 يقوم بعملية جمع مثلا الـ arithmetic جمع والـ stage k-1 يقوم بعملية مثلا إزاحة إذا كانت الإزاحة سريعة فالـ stage k-1 ينجز ما عليه في زمن سريع ولكن إذا كان الـ arithmetic addition يحتاج إلى زمن فالـ stage 1 مثلا يحتاج إلى زمن أكثر إذن كل الـ stage في هذا المثال تأخذ زمن الـ stage 1 الـ clock cycle يكون مساوي لزمن الـ stage الأول بالرغم أن هناك stage سستطيع أن تنجز مهامها في زمن أسرع لكن يحكمنا الأبطأ الآن ننتقل إلى نوعين من أنواع الـ pipelining في الكمبيوتر وهما الـ arithmetic pipelining والـ instruction pipelining فنقول There are two areas of computer design where the pipeline organization is applicable هناك منطقتين في تصميم الحاسبات نستخدم فيهم الـ pipeline organization هذه الـ areas أو المناطق هي الـ arithmetic والـ instruction pipeline يعني نظام الـ pipelining في الكمبيوتر يمكن أن يطبق إما اعتمادا على الـ arithmetic operations أو اعتمادا على الـ instruction pipelining طيب ما هما هذين النوعين An arithmetic pipeline divides an arithmetic operation into sub-operations for execution in the pipeline segment غد تكون هناك عملية واحدة كبيرة عملية حسابية يتم تقسيمها إلى عمليات سقيرة توزع هذه العمليات داخل قطاعات الـ pipeline بحيث كل قطاع ينفس جزء من العملية الكبيرة وبالمحصلة نقول أننا لدينا نظام arithmetic pipeline نفس الفكرة بالنسبة للـ instruction An instruction pipeline operates on a stream of instructions هناك عدد من الـ instructions يحصل لها overlapping تراكب أو تداخل في مراحل مختلفة من الـ instruction cycle عندما يراد تنفيذ تعليمة هناك عدد من التعليمات المختلفة هذا النوع من أنواع الـ instruction pipeline computers تتداخل أو تتراكب فيه مراحل تنفيذ التعليمة وبالتالي يحصل parallel processing ونقول أن هذا النوع من الحاسبات هو instruction pipeline إذن عرفنا في هذا الدرس ما هو الـ pipelining ما هي السيغمانز ما هي الـ stage كيف نحدد الـ processor cycle أو دورة المعالجة للـ segments وما هي أنواع الـ arithmetic pipeline والـ instruction pipeline كنوعين مختلفين من أنواع الـ pipeline organization في الحاسبات وإلى اللقاء في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر